من لون السماء نهديكم وبنسمة صباح نحييكم وبرقة الكلام نجيكم صباح الخير عليكم صباح النور صباح اليسمين صباح الارباح للناس الملاح شاء الله تكونوا مهنيين بصحيحتكم وبخير وعلى خير وقبل ما نبدأوا نشوفوا الفيديو الجميل تالي يوم نصلوا كامل على النبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد كما العادة والعوايد فيديو متنوع فيه شوية تدابير أفكار طبخ المهم إن شاء الله نقدره نستفاده وإن شاء الله نقدره تانيك نتونسه المهم البنات هنا يا اليوم يعني كان جميل مشمس وانا على فلكم كيكون الشمس وضه المغالي يطلع عليه كما كنت شوفوا البنات يعني هذا الشغل اليومي وهذه اللقطات المحفزة لبزا بزا فيكم ينحو بها العجز دفوا وحدا تقول لي كنت مريضة مديك دقاعي يانا مديكوتي يا والله غير كيش تكنطت الشغلي وانا هاد الكلام وشو نقول لكم يزيد فيه النص نحس باللي مشي كما هادا كلي راهو يشطح اللعمة مهم بما يوجي له بنات هنا هنا يعني مريضة في الصالدوبة هذا البنات هنا يعني يقدرون تقريبا يعني تقولوا دو فا بخجور دفوا حتى تلط التوافة بخجور المهم اننا نحب الحودي كسوي كوسينة و الحمام ويعيكون مقيقي وتكون فيها ديك اللمعة هذا الشيء يطلع عليه المغال لابناء تبعوا صباحا كنت تعرفوا هناك يكونوا بادراري يقرروا ماهم يقرروا وسينو دائما هادك السكينة وهذاك أحمى كاش منسمح تحاجها وانا كيكون هادك الهدوء يحلل الشغل دفا أراني ساكتا يعني وراني نخدم في شغل يوم استغل فيه دفا ندير لاتيلي نحط تلاواتي قرآن دفا نسمع كاش محاضرة ولا ندير تليفون ديالي ولي زي كوتا المهم كون نهار ونهار ودفا منحب نسمح تحاجة نحب نقعد ساكتا هادي هي البنات هنا كيبات كتوفوا البطا ديالي تحاجة الصابون الوديت عشان ديالي راهي لك في رغت وكان يعني الوقت ديق ماشي ماشي الوقت اللي نقعد نسكرفج فيه وقت شغل سكيفي سكرفج نصيب صغير وهدو تشوفوا كاملة هادالطراشن هادوما لي كيما نتوايت الفريجيدارس تعملتهم نشفت يسمى لازم لهم غسلة ويتفي ندير مسخون ونحط فيه كمية صغيرة تحاجة صابون دائما نحاول ندوبون يوم دوبتو غير هكذا كنحط طراشن ديالي وباك يعني سبحان الله طريقة السهلة السهلة جدا لي نغسل بها هادلي تخشون مهما كان يعني البقاع ديالهم ولا يخرجوا لي الحق تعربي شعل وشعيل أبخي سادي بون ولكنت عندي كمية كبيرة تعطراشن يعني نحط كلش في الماشينا سينو نعركوا معركها كما بني ديال وننشرهم وهنا يا البنات هاني حانشارك معكم بعض النصائح بعد النصائح لي جتني يعني تمدتلي واحد الوقت كيمون تلاتون دياليت وكم اليوم رحت جبت بالا بيغتيكال البنات بالا وهاد الشيطة لي جاي على شكل بالي شوفو هايلا هادي جبتها وحدها وجبت لامنش طويلة هادي بش نستعملها كوميونتات دولو مش هاذا تدولو يعني نحبي هرتيلا والغبرة ولا لانه رقيقة وتروح كاملة في الكوان ونستعملها تاني كلابوسيا وهذا الكلم اللي هي كده يغدوك نوريها لكم لبنات اي وحدة تعاني من ظهرها ودائما نصطر وما تقدرش تطابس انا طبيبا هالي مرت تاندينيت قالي يا مادام هاد الاشياء يزملكم ليجيين دو في وش معنتها تدابير يومية تعدو تستعملوها مثلا لبالي شوفونا هنا جبت ميترة اوربعين يعني مترة اوربعين ما تلقوهمش بزاف متوفرين لكن في هاد الامارك انتبهوا معايا راني قربتلكم داريو فابغوا واسمها هاد الامارك كانت تلقاو تاع مية وثلاثين يعني كل وحدة تشوف على حسب الطول ديالها ياخي ها كده باش متعوديش اوبريجيكي تعوديت سيقي ولا تعوديت كونسي ولا تعوديت يعني تخدمي في شغول الطابسة انه هاد الباله ه DESA أيضا مثلا بميزة الاسبيغاتور، لكن لا استغلال أو الصغيرة لم تستطيع العمل القوة أيضا مثلا بميزة الاسبيغاتور، ومثال تحت اطلاف غير الاسبيغاتور، أو تنحي منها، لا تحتاج إلى تحفظة مزباب مثلا كما هنا يراني اني نهدر معكم راني نوري لكم الاستعمال تحادل وابتبالي هذا مثلا اكي راح تنشرين الحوايج عندنا هديك طبيعة نحطوا السلة تحواجه دينا ونبدأ ونطابسه وننشره ونطابسه وننشره ابانو تحكمي السلة تحواجه ديالك تحطيها فوق كرسي وشوفوا يعني الدرجات عن طابسه راح تنقص مش كما تطابسه كامل حتى للارض وتعودية الطلعين دائما مم البيدون تتسيق البنات البنات انسا مجمعته حداية الصنطلية كيف كيف البيدون ديالك دايما ديري فوق كورسي هكدا باش الناس اللي راي تعاني من الالام ولا الناس اللي تحافظ على ظهرها باش ما توليش تعاني من الالام مم لفخوتواغ لفخوتواغ انتبهو كي تشيرو الفخوتواغ تشيروه طويل مايكونش قصير غير الله غالب عندها المكان ديق بزاف هديك حاجة واحد اخرى سينو هانا هادا يا لفخوتواغ هادا راح يخليني كي نسيق نسيق يعني در بازوج وانا كملت ان شاء الله هادا صائح تالي يوم والافكار تالي يوم قدرت تنفعكم يعني شاركت معاكم وجي جبت للدار واما متون الافكار اللي اكيد راح تساعدكم هنالبنتا كنت شوفو هادا راح الصغير تاع الكرومبيت فو بورت زرودية باش ندير تشارميله و هادا كل راح الصغير هادا كنت حابة ندير يعني دول ما وشفت بلي كل ورق دياله بزاف صغار ألوغ وجدرت احكمت غليتو كي ما مالفا كينجي باش ندير انا كينجي ندير الكرومبيت دايوغاني شاركت معاكم الوصفة والطريقة دائما نغليه نغسلو نشلو نغليه ابخين نحيلو الورق دياله ونلوليهم الطريقة العادية هادا المراكم الكمية صغيرة احكمت الكرومبيت ديالي قطعتو بهات الطريقة وحطيتو فاديك تاع الشلاضة نحيتلو المديالو ونباك رحيتو رحيتو يعني مشي رحيتو كمبلاتمو مي خليتو كتاع صغيرة فرقيق هكذا كيمالبصل ودرتلو كميه صغيرة تاع البصل البنات اقولوا مثلا قيمت زوج مغارف تاع بصل زدلتلو سنينة تتعتوم ودرتلو كميه يعني ما هيش كبيرة تاع الحم المرحي ولا الحم المكفت دت معا شوية حشي شوية معدنوس وهناكو تحا ندير مريقة حمرة لبنات درت فلفل عكري درت شوية تاع عندي رس الحانوت حبيت يعني نديرو مريقة حمرة ومباك تقيقها الخارنية بدلت هاي البنات المهم حبيباتها ولد الجج ومبعدار اكو تلقا والخاليط ديالكم يعني وشو نقولكم تاعفو الكومبات فيه كميه لبس بيها تعلمه أم مات كتروش لبنات مات كتروش لا شابلوغ لاننا مدابينا لبولات يقعدو زبدة تعرفو هاي زبدة دايوغ اكو شوفو كيفشان ندير فليبولات ترانين ان شوفو كيفشان ندير فيهم مابيني الدية حطيتهم في الفارينة وقليتهم ايجو هادو كليبولات تطريين كيما الحبق قلتكم المريقة على داغنير ميونوت قلت بزاف بزاف لسوس غو جا ينديرها سوس بلونش المهم درت كيف كيف درت زيت وشوية عسمن ودرت كميه تاع البصل ودبلتها دبلتها حتى نشوفو اللون ديالها كاشو اللون هنا يا مرقت انا الحميصة عندي راهيليك طيبة ملح فلفل لكحل ودرت يعني شوية تاع القرفة لبنات هادي هي أبخي هي غلات ملاح ملاح يعني والمرقة يعني رفدت لي الغلية وانا حتيت طوال الحميصة ديالي كانت مخصوصة شوية برك وبديت حتيتها كاملة في الغسط وبديت انستف في هادوك العجيجة ديالي اللي قليتهم راح يكون يكون دوق مختلف وتحصلنا على طويجا نشوفو الشكل ديالوش حال شباب وننسي تحب الكرومبيت اكيد راح يجبها هاد الطابق وهدا هو الطابق اللي كان مور شريبة اللي كانت واجدة دوك استغلوا معي عندي كاس ونصف تاع مادافي مغير فا تاع خميرة نصف مغير فا تاع سكر ومغير فا تاع حليب موجفف وهنا مغير فا زوج ربع مغارف تاع الزيت راح ينديرو خبز وشو نقولكم هو ريشة اقطن وزيدو بلوس ما تمسوش كاملة بيديكم عندي هنا كاس نقص بها درتو تاع الفارينا الكاملة حطيتها ابخي بديت نزيد درت الكاس تاني تاع فارينا وبديت نخلطها كاب الفوه حتى نشوف الحبيبات تاع الفارينا خلاص يعني تحلو زيت هنا الكاس تاني ودرت كمية تاع الفارينا كمية بلوتو تاع الملح والا الملح تملحو على حساب الحاجة ديالكم وحنا يا يعني درت انتو يبورتو كاس نقص صباح تاع فارينا كاملة وزوج كيسان ونص تاع الفارينا العادية خبز سريع جدا والبنة ديالو من الارواع ما يكونا كو تشوفو درتو بالفوه وبعدها يعني غطيت عليه هو خمر شوفو هنا دخلت دايمن ناجح الدخلة زيت ديها ابخيت كاكيت معروحي رخت سخسلتي دي وجبت او سباتول وهبط لابات تاعي فسنيوه هنا انا العائلة ديالي تفضل الخبز لي ما يكونش طالع بزاف مهما كان خفيف ما يحبوش البابة هنا راني نوريلكم باللي انا راني قصدا ندير الخبز هابط لكن دوك تشوفو نتيجة تاعهم من اروع ما يكون اسرع خبز في العالم هذيك الصفار تاع ولاد الجا جدرتو من فوق مع شويات على فاني خليتها تخمر للمرة تانية وحطيتها يلليات الطيب هنا تشارميلا ديالي قدرت الهاب ينسيغ الدرسات تاحا وكي طاب الخبز شوفو هنا راه وليك سخون هنا راني نقلب فيه اه ايجي وش نقول لكم خفيف وان ديغي بريوش دا يغدوك نقسم لكم هنا كان مازال ما برتش يعني صان بوصان بصاحبيت نقسمه معاكم لانو كتشوفو الوقت تاع الافطار ولا دياق و يعني بلخف ما ما يجي المغرب شوفو شوفو الخبز ديالي كيفاش يجي 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 فغيمو شيش يعني الناس اللي عندهم الكبار اللي ما عندهم ش سنان ولا يبا هاد الوصفة راح يفرحوا بيها وش نقول لكم يعني قدرت معاكم وش نقول لكم وصفات بزف بزف لكن معلش يعني كي تكون لغوستها كفريشكا وجديدة اكيد راح تنفعكم وهذه هي هنا تحلية وجدتها بنتي وهذه هي الطاولة المتواضعة تعنا شلدة ديالنا كانت عبارة على تشرميلة بالكروية الله الله تنتكي الباردة وتنتكي السخونة اه البوراك البنات احنا من اكلوش البوراك تولي جوغ ومن اكلوش المملحات تولي جوغ احنا بوكو بلوس تغمس المهم بناتها تطويجين ديالنا هوليكرا هواجد معا خبز وشريبة ووش تشرميلة وبنبيئ اصلات الناس رشالله لومونيو تعي تعليم اقدر يعطيكم فكرة بالنسبة للناس لي راهي لك حيرة وش طيب انا بدينا نحيرو وش طيبو وهنا يا البنات كي ما كنت شفوا هذا الخاتم نحكي لكم حكايتو البنات انا كنت يعني نخدم في الحصة التاعي عن ساميرا تيفي وجات لي يا معنا بيش ولا تعرفوها فريدة تعبشار تعجنان للا وش قات لي يا شاء الله تشقى القبرن بي وحبت تعرف علي يا وش نقولكم قمة في الخلق قمة في الحنانة قمة في الدرافة قمة في الكلام الحلو والسن الحلو وربي حلي ايامها وربي يعطيها ما تتمنى ابخي بقاتني على خير وراحت ابخي حتى تجيني يعني واحدة منتم وجيب لي الخاتم وقاتليها داخلاتو الكسوفونيغ يعني جيت اليوم من هاد المنبر نقول هاي كتر خير كفاريدة وش الله ربي يعطيك ما تتمنى وربي فرحك في مسعيتي ان شاء الله وشوفوا الاحسان على بلكم اغمرتوني بحبكم وربي ان شاء الله هو اللي يردلكم والله يعني يعجز اللي سنة نتعبير كل واحدة خلت لي كلمة طيبة يعني على بلكم كين قرأ مازلني الى يومين كين قرأت تعالي اقتد معيني ربي يعطيكم ويمنيكم بركة هاد العواشر هدي يا حبيبة قلبي بالنسبة لمحتوى تعالي فيديو تالي يوم ان شاء الله هنا الاعجاب ديلكم ودركة مقال لي غير بقيكم على خير ونقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركاته